يكره التنخم والبصاق قبل الوجه أو على اليمين وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فإن كان لابد فليكن عن يسارك أو تحت قدميك عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا وقال محمد بن منصور القاضي التمس أمير المؤمنين المأمون رجلا يكون بصحبته في بعض أسفاره فأشير عليه بي وكنت حديث السن فركبت معه في العمارية فأجلسني عن يمينه فلما أمسينا غلبني النوم فقال لي من غد نومك يا محمد نوم الشباب فاجعل الليل أسلاسا سلسا للحديث وسلسا للنوم وسلسا للذكر ثم أدارني فأجلسني عن شماله ثم قال لي أتدري لما أجلستك بالأمس عن يميني فقلت لا يا أمير المؤمنين فقال إني وجدت في معدتي بله وما تنخمت قط عن يميني فلذلك جعلتك بالأمس عن يميني ترجمة نانسي قنقر